كنكس كارتون كنكس كارتون كنكس كارتون كنكس كارتون كنكس كارتون كارتون السلام عليكم ورحمة الله أجمل إحساس في الدنيا أنه أنت تعمل الحاجة اللي هي الناس كانوا دايماً بيقولك أنك أنت ما هتقدر تعمله أنا اسمي أمجد النور مخرج بشتغل في شركة إنتاج إعلامي في السعودية قبل ثلاثة سنين قبل أني تخرجت من كلية اقتصاد وعلوم سياسية بعد ما قضيت في الكلية دي أربعة سنوات سنة ربيت اكتشفت أنه أنا بعد ما تخرجت من الكلية دي كل اللي أنا تعلمت عن الاقتصاد أنه كلمة اقتصاد بتتكتب بدون همزة غلط أنه أنت تكتب اقتصاد بهمزة دي الحاجة الوحيدة اللي أنا تعلمتها من كلية الاقتصاد لأنه أصلاً دي ما كانت حاجة أنا عايزة أدرسها أنا الليل عايزة أتكلم مش بس عن تجربتي المتواضعة في صناعة الأفلام لكن أنا عايزة أتكلم عن أنه الحاجة اللي أنت بتكون عايزة تعمله والناس يقولك أنت ما بتقدر تعمله وعايزة أتكلم عن أنه حلم أي واحد أنه يمارس هوايته هوايته تكون هي مصدر رزقه فأسمحولي أرجع معكم يعني مئة سنة لأورا تقريباً لما أنا كنت صغير كان عندنا في البيت كاميرا كاميرا بتاعة فيلم كاميرا قديمة جداً أنا مينما تولدتها مينما طلعتها يعني شفت الكاميرا دي هي ما كانت شغالة لكن أنا كنت بحب أنه أتفرج على ناس البيت حتى بدون ما هم يعرفوا من خلال المنظار البيو فايندر بتاع الكاميرا كنت بحب أقعد في حتة وأعاين ليهم بيعيشوا حياتهم اليومية من خلال الكاميرا دي ويمكن دي كانت أول إشارة في حبيلي صناعة الأفلام والسينما أنه أنا بس أشوف أي حاجة بدل ما أشوفها بعيني أشوفها من خلال البيو فايندر بتاع الكاميرا بعد كم سنة من الحكاية دي بعد ما أنا دخلت المدرسة كان جاتني هدية أغلى هدية كانت تجيني لها البلاي ستيشن لكن المشكلة كان الوالد ما بيسمح لينا نلعب بلاي ستيشن في الإجازات الأسبوعية لأنه بقول الإجازات الأسبوعية زي المدرسة فكنا بنلعب بس في الإجازات الطويلة فدي خلت أصحابي إنه ما يحبوا يجوا عندنا في البيت نحنا كان البيت العاضي المافزول بيحب يمشلو في نهاية الأسبوع فالحاجة دي خلتني يعني سعيا لحفظ ماء الوجه إنه الناس بيقلت ما بتحب تجي بيتنا أبتكر لعبة كان في مسلسل اسمه متاعب كلنا بنعرفه طبعا حتى أصحابنا السعوديين كانوا بيتفرجوا المسلسل له فكان بما إنه إحنا كلنا كنا بنشوف مسلسل متاعب كنت بطلع أنا وأصحابي بنطلع على السطوح لأنه إحنا ما كان عندنا حوش وبنمثل حلقة من حلقات مسلسل متاعب بكون أنا المخرج وهم بكونوا الممثلين طبعا وكنت جادي جدا لدرجة إنه لو واحد ضحك أو زول غلط أو أي حاجة بنعيد المشهد من جديد بكوريك بقول كات وبنعيد المشهد من جديد وكان عندنا مخدة المخدة دي هي كانت الكاميرا بتاعتي فأول إخراج أنا عملته كانت الكاميرا بتاعتي هي مخدة سبحان الله بعد كم سنة من الحاجة دي نفس السطوحة التي كنت بطلع فيه وأصور بما خده صورت فيه فيلم قصير مع واحد صاحبي إسمه أنا الجيس الأمريكي اسمه لا نحن لا نجدهم لكن أقول لك أن الجيس الأمريكي لا تكون الجيس الأمريكي فقط لأنك لا تكون المصد تكون المصد يوجد لا يعني غ caut في طريقها أن هناك شيئا مالذي ہے ماذا؟ ما شцияً هل 왜蘭 liberté؟ ماذا؟ Detroit sometime لا اchuss خقدتها لم يسمى Medicine homemade ماذا؟ ماذا؟ هل port خطت شيئا؟ ماذا كن؟ لذلك الل hassle انظري التذ grimace نекст تقول Pinkيber هناك ثم有一 test لكن وبعد التدرب تدربنا أننا لا أعرف حُت... AHHHH ترى مرة أ峰 انا عام توضيف مرة أفضل ترى مرة أخرى شكراak والحاجات الفئة، لكن كنت بحب ألعب اللعبة دي لأنه في نهاية كل مرحلة في خيار بجيك اسمه Film Director يعني اللعبة اللي انت لعبته ده ممكن تعيد تصويره تاني وتختار الزوايا الكاميرا اللي انت عايزة وتعمل أي حاجة انت عايزة كمخرج أفلام للحاجة اللي انت كنت بتلعبها قبل شوية فكنت أنا بلعب اللعبة دقيقتين وبقعد ساعات ساعات أعمل وأخرج الفيلم اللي أنا كنت قاعد أخرجه أخرج اللعبة اللي أنا كنت قاعد ألعبه ففي مخيلتي ما كان عندي كاميرا لكن في خيالي أنا ما كنت محتاج كاميرا لأنه كنت قاعد أخرج مطاردة بوليسية في شوارع فرانسيسكو فما كنت محتاج كاميرا يعني هحتاج ليه ليه؟ بعد الفترة دي دخلت خلاص جات مرحلة الجامعة وبعد كده أنا يعني لازم أقرر أنا عايزة أقرأ شنو أنا كنت عارف نفسي أني عايزة أبقى مخرج لكن ما كنت عارف أنه يعني أنا أدرس شنو عشان أبقى مخرج في حاجة مثلا دراسة ما كنت عايزة أنه أبقى مخرج بتاع برامج والحاجات دي أنه يقول ليه أمشي أقرأ إعلام واشتغل مخرج أنا كنت عايزة الإخراج السينمائي والدرامي والحاجات دي فما كان عندي الجرة أنه أكلم ناسه البيت أنه أنا عايزة أبقى مخرج لأنه عندنا السودانيين دي شغل الكلام فارغ ساي أنه أنت تبقى مخرج ومخرج بتاع أفلام فالوالدة بحكمته طبعاً نحن عندنا التخصص ياه أنه يكون هندسة ياه يكون طيب لكن الوالدة عارف أنه أنا بليد في الرياضيات وما أبحث كويس فقلت لها أنا عايز أقرأ حاجة بتطلع قروش يعني ما قلت لها عايز أقرأ إخراج قلت لها أي حاجة بتطلع قروش فقامت قلت لي خلاص إي رايك أنت تقرأ اقتصاد لأنه دي دراسة القراءة صلاح دريس يعد أقرأ اقتصاد بتاع صلاح دريس أو إنك تقرأ وتلابس بس خليك خليك خلينا مع بتاع صلاح دريس دي فخشية الجامعة درست اقتصاد كانت بتعدي عليه السرين وأنا ما عارف نفسي بعمل في شنو كنت بجي إجازات للسعودية كنا بنشتغل في المولاد كنا بنبخ عطور في الكرود بتاع المولاد عشان لما يجي الزبون نديوا العطر يشموا فأنا كان عشان أطلع من المود أني أنا بقرأ في حاجة ما بحبها فقررت إن الشغل الذي أطلع منها قروش أشتري بيها الكاميرا ففي الوقت اللي كانوا أصحابي بيكتبوا نمر التلفوناتهم ولكاريت عشان يدوها للبنات أنا كان همي طبعا ما كان عندنا بروشور بتاع تيدكس عشان تكتب في نمر التلفون وكتبت حلوة فكان الوقت ذاك أنا كان همي إنه أجمع قروش كفاية عشان أشتري بيها أول كاميرا الفيديو وفعلا لما اشتريت أول كاميرا الفيديو كنت متحمس جدا جدا مشيت البيت اشتريت معها الترايبود بتاعها خطيت كاميرا الفيديو في الصالون ووجهتها لباب الصالون وركبتها في التلفزيون على أساس إنه أول ما زول يخش يشوف نفسه في التلفزيون فأول زول خش كان الوالد للأسف أنا اللقطة دي ما كنت قاعدة أسجل فيها فلما نخش الوالد وأنا فاتح خشمي مستني ويقول لي حاجة عظيمة وهو شايف نفسه في التلفزيون أول كلمة قال إلي بكام اشتريتها طبعا عندي كان أول إحباط لي في مجال السينما وأنا لسه ما امتهنت بعد ما اتخرجت من الجامعة بعد كده الحكاية بيقى الجد بيقى أنا لازم أشتغل يعني ما ممكن أنا أكون قاعد الناس مستنية مني هسين وأنا أكون زول شغال يعني فما كنت عاوز أكرر نفس الغلط وإني أشتغل في نفسي مجاليدا لأنا قريته في حاجة أنا ما بحبها فما اشتغلت كان بيجيني يعني وظائف بأشتغل أقصى واحدة اشتغلت فيها 11 يوم وبخليها وكان الضغط كبير جدا من العائلة والوالد إنه أنت زول قاعد عاطل في البيت يجي يقول لك ها لقيت شغل لقيت شغل فسبحان الله ده التوفيق من ربنا إنه زي ما الأخ أنور قال واحدة من الأمثلة أسعى يا عبد الله والباقي كله على الله والباقي عليك يا عبد الله السعي عليك فسبحان الله التوفيق جمع ربنا إنه أنا نايم في البيت صاحبي كان بيفتش على وظيفة هو مهندس فمشى له شركة قال له نحن ما عايزي مهندسين لكن لو بتعرف زول بعرف التصوير وحاجة زي كده أنت ممكن تكلمه أنا الفترة دي عشان أطلع من التبرشنال أنا كنت فيه أخدت مشيت أخدت الكاميرا بتاعتي وعملت أول فيلم لهي أخدته في اليوتيوب أول فيلم بين مونتاج وميوزيك وأخدته في اليوتيوب كان الفيلم اسمه تصبح على خير يا عرب وكنت ممثل فيه ستة شخصيات مختلفة فالفيلم ده أنا لما عملته وهو انتشر بين أصحابي كان إحساس جدا عظيم جدا أنه أنا أول مرة أكون عايش يعني عايش كأنه أنا سيليبريتي كأنه أنا واحد من المشاهير أصحابي كلهم كانوا يتكلموا عن الفيلم أبوي اللي كان بيقول لي أن الكاميرا دي انت ضايعة دفيها قلوشا بيقى ما بيصدق لما يجون ضيوف يوريهم الفيلم ده فصحبي لما المشى للشركة دي وقالوا لو نحن ما عايزين مهندس فوراهم الفيلم ده فهم على طول أخذوني لأنه هو طبعا الفيلم بإمكانيات جدا ضعيفة فهم أخذوني لأنه عرفوا إنهم كشركة إنتاج إذا هو من الإمكانيات الضعيفة يعمل حاجة فأكيد ممكن فأنا حاليا الحمد لله بيشتغل في شركة بتاعت إنتاج الحاجة اللي أنا بحب أعمله والحاجة الشغف بتاعي اللي أنا بحب أعمله هو بفضل الله هو مصدر الرزق بتاعي أنا عايز أتكلم عن أنه أكيد أي واحد هنا موجود حيكون فكر فيه أنه يعمل حاجة والناس قولوا أنت جادي وزي ما أنا قلت في البداية أعظم إحساس قالوا ليك أنك أنت ما بتقدر تعمله فنصيحتي لي أي زول عايز يعمل حاجة والناس يقولوا يو كان نوت دو إت أنت ما بتقدر تعمله ما يزعل منهم ولا يدقل لهم جرس بالعكس مفروض يشكرهم لأنه ده أكبر دافع لك أنه أنت تعمل الحاجة دي لما زول يقول ليك ما حتقدر تعمله وأكبر مثال على الحاجة دي أنه الطفل لو أنت عايز يعمل حاجة بتقول له ما حتقدر تعمله بيقولون بيعمل غصباً عنك بس أنت عشان لمست فيه الحتة الحساسة دي أنه أنت ما حتقدر تعمله فأنا يعني أقول للناس اللي عندهم كلهم طموح هنا أي زول عنده طموح أقول لهم أنتوا ما حتقدروا تعملوا الطموح بتاعكم ده نقطة ثانية عن صناعة الأفلام عندنا هنا في السودان طبعاً نحن صناعة الأفلام عندنا جداً ضعيفة وأنا بحكم إنوان عايش في السعودية الصورة عند العرب أنا ما بتكلم عن أمريكا وأوروبا والعالم الخارجي بتكلم عن الصورة حتى عند العرب جيران ناديل عن السودان ما تتصوروا الصورة دي سيئة كيف مرة واحد صحبيبا صدفة شاف برج شاف برج الفاتح فقال لي هذا عندكم في السودان الناس بتجد شايفين صورة جداً سيئة وأنا ما بلومهم أبداً أبداً أنا بلوم إنو نحن ما قاعدين نطلع للناس صورتنا الحلوة لو مشيت سألت أي زول حتى لو كان زول واقف في الشارع متشرد سألته التكسيلون وشنو في مصر حيقول لك التكسيلون أبيض وصود لأن الأفلام الحاجة دي روجت لها بشكل كبير جداً مع إنو عمره هو ما شاف مصر أي زول يقدر يحاول يتكلم اللهجة المصرية لأنه بيشوفها في الأفلام أنا في نظري أكبر حاجة أكبر وسيط إعلامي إنت تقدر تعبر بيعه عن بلدك وتخلي الناس يشوفوا فيه عن بلدك هو صناعة الأفلام لأنه نحن يقال إنه نحن أمة إقراء لكن ما في زول حيمشي يبحث في النت عن السودان ما هو السودان ما هو تاريخ السودان ما في زول الناس أكيد هتشوفوا قبل فترة أنا عملت فيلم كان اسمه 120 ثانية فيلم سوداني الفيلم ده انتشر في السعودية بشكل كبير جداً وأثبت لي إنو أحلى تعليق كان بيجيني من الناس الغير السودانيين العرب بيقول لي والله طلعتم هينين يا السودانيين فأي فيلم ميكر خادت في باله إنو نحن السودانيين لو عملنا حاجة ما في زول حيشوفها بالعكس الناس متلهفة جداً إنها تعرف عن السودان هو شنو السودان ده وصدقوني أكبر وسيلة إنو الزول ممكن يصير بها للحاجة دي هي عن طريقة الأفلام أنا ما بتكلام عن البيج برجت شيل كاميرتك وامشي صور حاجة حلوة امشي صور أعمل أي حاجة وخدتها في اليوتيوب العالم كله حيشوفها عن السودان وفي النهاية أرجع للجملة البدت لها إنو أحلى إحساس في الدنيا إنو إنت تعمل الحاجة الناس بيقول لك إنك ما بتقدر تعملها عشان سبب واحد إنو إنت لما تعمل الحاجة دي أجمل إحساس هو يتكون فيه كلمتين إنو لما في النهاية تعمل الحاجة دي تجي تقول لنا الناس اللي قال لك إنتو ما بتقدر تعملها حيانة شكراً جزيلا السلام عليكم